اشتركوا في القناة تقضي بفتح المعبر البري بمنطقة جودا والميناء النهري بمدينة كوستي لتسهيل التبادل التجاري وحركة البضائع والسلع بين الدولتين شارك السودان ممثلا في وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية دكتور حسن التوم في الورشة الاقليمية لشبكة الشرق الاوسط لامراض الاحياء المائية التي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وقال الوكيل ان الورشة هدفت الى تنوير الدول الاعظام بالشبكة للاهتمام بالاحياء المائية ومكافحة الامراض والاهتمام بالاستزراع السمكي ويتطلق الشبكة تعزيزا لصناعة الاستزراع المائي والوقاية من امراض الاحياء المائية ودعما لمنتجاتها وتلبية للطلب المتزايد عليها في العالم وقع والي سنار العالم ابراهيم النور على مذكرة تفاهم بين حكومة الولاية وشركة مكسب للانتاج المحدود للاستثمار في المجال الزراعي وقال ان ولاية سنار تمتاز بارد زراعية وثروة حيوانية تجعل منها ولاية استثمارية من الدرجة الاولى مشيرا الى ان توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مكسب سينعكس ايجابا على مواطن سنار وذلك الاهتمام الشركة بالاستثمار في الانتاج الزراعي وخلق فرص عمل للشباب عبر تنفيذ مشروعات مشتركة بين حكومة الولاية والشركة لتسهم في دعم الاقتصاد القومي استقبلت ولاية النيل الأبيض الوفد المركزي لوزارة المعادن برئاسة نائب المدير العام للهيئة الابحاث الجيولوجية عثمان حسن عبدالقادر وقال ان الزيارة لنيل الأبيض تم خلالها وضع حجر الاساس للمكتب الفرعي بمدينة كوستي مبينا ميزات الولاية الزراعية والرعوية والصناعية من جانبه اكد وزير المالية المكلف النيل الأبيض فتح الرحمن هارون التزام حكومة الولاية بتذليل الصعاب كافة لقيام المكتب بالولاية مشيرا الى دعمهم لكافة انشطة المعادن في الولاية اختتمت بمدينة رفعة بمحلية شرق الجزيرة حملة التوعية بمرض السكري التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق القومي للتأمين الصحي بولاية الجزيرة ومركز الامراض غير السارية بالجامعة الجزيرة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للسكري التي انطلقت في الرابع عشر من نوفمبر الجاري وتأتي مشاركة صندوق القومي للتأمين في حملة التوعية ضمن خطته الرامية الى تعزيز الاستخدام الرشيد للخدمة الطبية والمساهمة في تقوية النظام الصحي بتوعية المجتمعات ومقدم الخدمة اضافة الى تحسين جودة حياة مريض السكر والاسهام في احتواء تكاليف العلاج عبر العمل الوقائي نظم مجلس السكان بالتنسيق مع ادارة التنمية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية بالدنغلة ورشة بعنوان اثر طعاة المخدرات والادمان على الاسري والمجتمع والامن القومي واشدادت الورشة التي استهدفت شريحة الشباب على الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في توعية المجتمع بمخاطر المخدرات ودور القطع الاجتماعي ومساهمته مع الشركاء في حماية المجتمع وتوعيته بمخاطر المخدرات تفقد مدير عام وزارة الزراع والثروة الحيوانية والريبولات الخرطوم سر الختم فضل المولى عبداللطيف يرافقه عدد من المسؤولين تفقدوا منطقة انحسار النيل بأم كتي بالريف الشمالي بأم درمان وجه سر الختم بتوفير عدد حفارتين ووقود للتشغيل لإيصال المياه إلى المزارع المتأثرة بانحسار النيل بأسرع وقت ممكن حتى يتم نجاح الموسم الشتوي للبطاطس والبصل بمنطقة أم كتي نهاية الموجز شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة حتى جديد اللقاء دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة